ده كان أولاً المحاضرة بتاعت هيرفي رينار بدأنا بيها اللي هي كانت قبل مباراة الأرجنتين قبل ما ينزلوا الملعب بيشرح وطريقة الشرح وقوة الأداء والتحميس نوع من أنواع يعني المعالجة النفسية القوية جداً اللي تخلي اللعيبة نزلة عايزة تاكل النجيلة زي ما قالوا قبل كده قالوا احنا عندنا مدير فني مجنون بيخلينا عايزين ننزل نوطي على الأرض ناكل النجيل وبعدين الكابتن دور الكابتن سلمان الفرج قال لهم احنا عارفين كل حاج وحفظين كل حاج واتمرنا على كل حاج هننزل ننفذ أنا بكلمكم دلات انتوا سامعيني لكن على أرضية الملعب من صخب الواحد وثمانين اثنين وثمانين ألف سعودي موجودين في المدرجات مش هتسمعوني لكن احنا مش محتاجين انتوا تسمعوني احنا حفظنا كل حاج نشوف بقى الجزء الثالث يلا طيب يجهزو يلا جهزو ده مهم جداً طبعاً اللي احنا بنقدمه ده بنقدم نموذج يعني بنقدم نموذج يحتزى بيه هيرفي رينار كمدير فني كبير وهيقابل فريق بحجم الأرجنتين كل واحد فيهم تمنوا يعني تمنوا في الترانسفير ماركت أو في سوق الأسعار بتمن كل لعبة المنتخب السعودي بالبدلاء بالجهاز بكل تمنوا يعني ميسي ده الواحد وتمنوا يعني كده يعني مش عايز اقول اكتر من كده يعني لكن الأمر مش هيوقف عند ده الأمر هيوقف عند أمر آخر أولاً لازم الكواليتي بتاعت اللعيبة تبقى كويسة يعني مقدرش هدي مش هقدر قدي عزيمة للعيبة ما عندهش كواليتي ما عندهش قدرات لازم عندي أولاً الكواليتي يكون كويس طبعاً لكن المقارنة في كواليتي بين منتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني لا طبعاً لصالح المنتخب الأرجنتيني بمراحل ده أكيد لكن هو مع كواليتي جيدة مع تحفيز مع شغل عالي قوي 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 قدر انه هو بالحماس بقى الجزء الاخير في المعادلة يقده بهذا الشكل يقده بهذا الشكل ورينا بقى الجزء الثالث